الجملة الخبرية المنفية الإسمية نتكلم هنا عن الجملة الإسمية التي قد يدخل عليها أحد أدوات النفي أدوات النفي هذه قد تكون فعل وقد تكون حرف فعل مثل ليس والحرف مثل لا وما فلنأخذ مثالا فلنأتي بجملة إسمية مثل الكتاب مفيد قد ندخل عليها أحد أدوات النفي هذه مثل ليس فنقول ليس الكتاب مفيد أو أن نقول لا غنى عن الكتاب جملة إسمية دخلت عليها لا أو أن نقول ما الكتاب قصيرا ليس عليك الآن معرفة حالات الإعراب المختلفة فقط عليك أن تعرف ما هو أسلوب النفي للجملة الإسمية وأن تعرف هذه الأدوات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر